الطاقة العامة لك عزيز الثور أنت في بطاقة بداية جديدة ربما أنت في دراسة جديدة الآن وأنت مقبل على الحياة في وضع نفسي جيد جدا أو ربما أنت تكون في عمل جيد أو جديد قد أقبلت عليه منذ فترة قصيرة ربما بدأت به أو ستبدأ به في وقت قريب جدا إذن أنت في بداية جديدة أو ربما قد تعرفت على شخص من جديد ليست من فترة طويلة أنت في علاقة حب من فترة قريبة جدا أو ربما أنت ستكون في انفصال مع هذا الشخص وستبدأ معه بداية جديدة من جديد ربما كنت في انفصال معه وستبدأ بداية جديدة خالية من الأخطاء بداية لطيفة بداية بسيطة بداية تنسى الأخطاء كل ما حصل كل ما حصل معك وتبدأ مع هذا الشخص بداية جديدة إذن هذه العلاقة هذه الطاقة ربما تكون في هناك أكثر من طاقات لك ربما تكون في حب جديد أنت مقبل على الحياة في حب جديد أو ربما كنت في علاقة وحصل انفصال وأنت الآن تريد أن تعيد العلاقة من جديد بينكما أنت ترى بأن هذا الشخص قد أرهقك ربما تريد أن تبتعد عن هذا الشخص قد حصل بينكما انفصال وتريد أن تبدأ بداية جديدة مع شخص آخر هذا الشخص ربما قد ابتعد عنك ولا يظهر لك أي مشاعر في هذه الفترة أصدقائي هذه القراءة لأكثر من طاقة من البداية أقول لكم هذه لطاقة للشخص وهذه لشخص آخر هذه العلاقة لشخص كان في علاقة وبدأ علاقة جديدة وهذه الطاقات مختلفة هنا تكون للشخص الماضي أو للشخص الذي أنت به معه حاليا أنت ترى بأن هذا الشخص الذي أنت أن نأخذ القراءة على الشخص الذي ببالكم فقط خذوه على الشخص الذي أنتم تضمرون عليه في هذه القراءة ترى إذن هذا الشخص إنه قد أتعبك وأنت تريد أن تبدأ بداية جديدة وهذا الشخص أيضا قد خرج من هذه العلاقة هو الآن هو مهتم بنجاحه العملي وهو لا يظهر لك أي مشاعر هو ربما قد خرج من العلاقة معك ودخل في زواج آخر مع علاقة مع شخص ثري ماديا ربما كنت أنت وهذا الشخص أنت أصغر منه سنا ربما وهذا الشخص قد خرج معك من هذه العلاقة وتزوج من شخص ثري أو ربما هذا الشخص بالأساس هو ثري هذا الشخص الذي أنت معه الذي كنت معه وأنت ستريد أن تبدأ بداية جديدة معه ربما خرجت من شخص متعب بالنسبة لك وتريد أن تدخل في علاقة مع شخص آخر تراه يحق لك الاستقرار المادي ولكن هذا الشخص الذي ستكون معه هو كان في علاقة ماضية وخرج منها أيضا بصعوبة هو يعاني جدا الأبراج قلت لكم والطاقات موجودة كل الطاقات تقريبا المائية موجودة بكثرة معنا والترابية الهوائية أيضا نعم الهوائية أيضا إذن طاقتك لهذه القراءة أنت في نجاح وتوفيق من الله الآن في هذه الفترة ربما تكون قد أنت متواصل روحيا مع هذا الشخص أنت تفكر به بشكل كبير أنت ترى بأن وضعك قد استقر وأن أمورك قد تحسنت تشعر الآن بأنك موفق قد كان هناك أمور مادية كبيرة حصلت معك مشاكل وأنت الآن تشعر بأن أمورك قد تحسنت أمورك العاطفية أمورك المادية أمورك العملية أنت تشعر بحالة جيدة وبأن ما تريده قد تحققه هذا الحبيب هو في طاقة انتظار وترقب ربما يريد أن يراقبك وينتظر منك أي أمور منك ربما أنت وهذا الشخص هو ينتظر منك مال ربما هو احتمال بأنه قد أقرضك مال وهو ينتظر منك أن تعيد له هذه الأموال ربما هذا الشخص الذي تشعر معه بالاستقرار أو ربما الشخص الذي أتعبك وخرجت معه من العلاقة ودخلت مع شخص آخر مستقر ماديا وهذا الشخص يريد منك مالا أو يريد أن يدخل معك لنارة يدخل معك في علاقة يدخل معك في علاقة ولكنه قد دخل في وضع كل ما يملك في مشروع وينتظر مصير هذا المشروع وينتظر أموال لكي يقوم بأي خطوة معك هو فقط في حالة انتظار وترقب ماذا سيحصل هو يريد أن يفكر بعقلانية كبيرة قبل أن يفكر بأي خطوة جدية معك أنت تشعر بأنك تحب هذا الشخص كثيرا أنت إنسان طيب القلب وتشعر معه بمشاعر صادقة كبيرة لهذا الشخص وأنت ظهرت لنا في الطاقة العامة أيضا بأنك إنسان جدا طيب القلب وجدا إنسان روحاني وعامل نور ولك مهمة في هذه الحياة أنت جدا إنسان طيب ومشاعرك صادقة بالنسبة لهذا الشخص وهذا الشخص أيضا مشاعره صادقة لكنه إنسان عقلاني أنت إنسان عاطفي جدا وهو إنسان عقلاني جدا أنت بسيط وعاطفي ولكنه هو عقلاني ويفكر كثيرا قبل أن يقوم بأي خطوة في حياته هو أكبر منك سنا على الأغلب مشاعر الحبيب بالنسبة لك هو يراك بأنك في علاقة ربما ثانية وأنت لم تقرر أتكون معه أو تكون مع غيره هو يراك بأنك أيضا إنسان ناجح وجميل ولك مركز مربوق ربما يراك أنت في تواصل كثير مع أشخاص كثيرون ربما كان عملك هو على الإنترنت أو تواصل مع الناس أو السفر هو يراك شخص حر أيضا لا تحب ربما هو يريد منك الارتباط وتقديم لك الحب أنت تريد منه تقديم الحب ولكن هو يفكر جدا بهذا الأمر هو إنسان عقلاني كما قلنا وهو يريد أن يفكر كثيرا قبل أن يأخذ قرار هو ينتظر شيء معين قد وضعه في أعماله في أعماله أو أموال قد وضعه وينتظر النتيجة لكي يكون معك في هذه الطاقة أو العلاقة أو الحب الذي تقدمه له هو يريد فقط الانتظار أنت هو يشعر بك بأنك تعلم أنت ما هي أموره ما هي وضعه ما هو وضعه وكما قلت ربما ينتظر شخص ربما هو محتار بين أمرين أو شخصين ربما هو محتار بين عماله وأنت أو ربما بين شخص بينك وبين شخص آخر ويريد أن يأخذ وقت وينتظر بكي يعرف ماذا سيحصل معه في المستقبل هو يريد فقط الوقت ربما من ستة أشهر إلى سبعة أشهر يريد الوقت لكي يعرف ما هو قراره هو يراك جدا طيب القلب كما أنت ظهرت لنا في الطاقة العامة أيضا أنت جدا طيب القلب وأنت إنسان بسيط جدا وروحاني أنت بالفعل إنسان إما أن تكون عامل نور أو لك مهمة في هذه الحياة أنت جدا إنسان بسيط وروحاني وتحبه جدا وهو يراك كما أنت بالضبط هو يحبك هو إنسان ليس بالأمر السهل هو إنسان قوي ربما كان وضعه الاجتماع أفضل منك بكثير أيضا ربما أنت في حالة مادية بسيطة جدا وهو إنسان ثاري جدا هناك اختلافات كبيرة بينكم من حيث الحالة المادية من حيث الحالة المادية ربما كما قلت أنت في علاقة كنت في علاقة وانفصلت وتريد أن تدخل مع هذا الشخص لأن ذلك الشخص الآخر قد أطعبك في الماضي وتريد أن تكون مع هذا الشخص إذن هذه العلاقة تقول لك بأن هذه هناك حب حقيقي أنت تشعر بحب حقيقي إنجذاب عالي كبير تجاه هذا الشخص وأن هناك أمنية بحياتك فستتحقق لكن كل ما عليك أن تدعو من الله لكي تتحقق هذه الأمنية نوايا هذا الشخص معك هو الزواج هي الزواج بإذن الله يريد أن يكون معك في علاقة يريد الارتباط بك بشكل رسمي وهذا ما يظهر لنا هنا خطوته القادمة المراقبة هو سيريد أن يراقبك يريد أن يستعلم عن أخبارك يريد أن يقول لك يتواصل معك عن طريق الإنترنت يريد أن يعرف ما هي نواياك ما هي تصرفاتك هو مراقب جدا لكل تصرفاتك ولكل حياتك في هذه الفترة يراقبك بشكل كبير لأن هناك بالفعل حب حقيقي من هذا الشخص مصير هذه العلاقة سيكون بينكما احتفال ستلتقيان مع بعضكما وستتتواصلان ستخرجان مع بعضكما في نزهة في رحلة في جمعة مع الأصدقاء إذن سيكون هناك ليس زواج هو نواياه أن يتزوجك ولكن أنت أنت من يجب أن تقرر ترجمة نانسي قنقر